قبل ما أبدأ بالأخبار بتاعت النهاردة أحبب أكمل يمكن الكلامة كنت أتكلم فيها مع حضراتكم وده من واقع أنه مش أنا موجود على شاشة الأهلي ده من واقع الحقيقة أنه التكرار بيعلم شطار يعني بمعنى أنه الأهلي طول عمره طول عمره مهما اختلف الأسماء القائمة على قدارة النادي الأهلي وكلهم الحقيقة يعني مدارس ناكحة جدا وكلهم قدروا أنه هما يعملوا طفرة يعملوا محطة مهمة جدا في مشوار الأهلي الناجح لكن كان فيه ثبات على مبدأ واحد وأساسي ورئيسي ما شفتش في يوم الأيام أنه المبدأ ده أو أنه المنحك في طريقة الإدارة دي اتغيرت وأنه الأهلي بيبص في كراسته الأهلي غير معني تماما تماما بمن ينافسوه لا على مستوى مصر لا على مستوى المحلي ولا على مستوى الأفريقي كل ما يشغل إدارة النادي الأهلي هي إزاي تكتب خطوة جديدة في مشوار النجاح وده المحرك الأساسي والدفع الأساسي لإدارة النادي الأهلي وهي بتحضر الموسم ده وأعتقد أنه السؤال الأكتر يعني لو كان لي أن أنا أتكلم أو أدخل في عقول جماهير النادي الأهلي ونحن نتكلم النهاردة قدامنا أسبوع الموسم يبدأ إيه هو السؤال الأهم أو إيه هو الهدف الأهم اللي بينتظره أو بيستنى جمهور النادي الأهلي مع نهاية الموسم السؤال الأهم ببساطة شديدة جدا هو هل ممكن الأهلي يحقق لقب دولي الأبطال اللي كنا لحقه والأقدر به في النسخة الأخيرة وهل ممكن الأهلي يسافر يلعب في نسخة كاس العالم الجديدة هو ده السؤال اللي إحنا محتاجين نجواب عليه جوه أعتقد أن الموسم ده رد اعتبار وعلى كل العيبة النادي الأهلي أنها تفهم ده كواس جدا البطلتين اللي إحنا اتحرمنا منهم في السنتين أو في الموسمين الأخيرين سواء بقى بقصة فعل فاعل سواء كانت في ناس متربصة سواء كان في تحكيم مش عارف إزاي سواء كنا حتى إحنا شخصيا بنعاني من إجهاد وتراجع مستوانا في بعض المطشاط وخسرنا نقاط ما كانش ليها أي معنى وخسرنا نقاط تانية يعني بمشاركة جزء كبير جدا يتحمل فيها المسؤولية الحكام قصة دي شيء ورد الاعتبار البطلتين اللي جاءة دي مش دوري يعني مش دوري عادي مش نسخة من نسخة الـ 42 دوري اللي إحنا فوزنا بيهم لا النسخة اللي جاءة دي نسخة رد اعتبار جميع النادي الأهلي محتاجة دوري السنة دي واعتقد أن الجباهير مستنية شكل وأداء وظهور للعابة النادي الأهلي من بداية الموسم يختلف تماما عن الثلاث مواسم السابق عن الثلاث مواسم السابق عندنا بداية منتظمة عندنا فترة راحة سلبية عندنا جهاز فني جديد عنده خبرة محترمة جدا وسي في محترم جدا وواضح من بداياته أنه قادر يمسل إضافة قوية جدا لنادي الأهلي السنة دي عندنا صفقات جديدة عندنا سكواد على أعلى مستوى وبالتالي منتظرين ترجمة ده كله في مردود يتحقق على أرض الواقع ونشوف الأداء ده بيظهر في الملعب بداية من مبارات الاتحاد المنستيري عايز أكلمكم شوية على الميركاته وعلى كاس العالم لأنه ميركاته الشتوي كمان توقيته في منتهى الأممية بس خلينا أبتدي مع أخبار نهاردة زي ما قلت لكم مستر كولر قرر أنه يدي لعبة الأهلي رحم التدريبات لمدة يومين النهاردة وبكرة وبعد بكرة إن شاء الله يرجعوا يستأنفوا تدريباتهم مرة تانية عشان يستعدوا بقى للسفر لتونس لمواجهة الاتحاد المنستيري في بداية مشوارنا في بطول الدولي الأبطال زي ما قلت لكم الماتش هيكون يوم 9 أكتوبر إن شاء الله المباراة هتتلعب الساعة 4 بتوقيتنا هنا في القاهرة 3 بتوقيتهم هناك في تونس في مدينة المنستير ومن دلوقتي طبعا فيه إجراءات مكسفة فإحنا يمكن تواصلنا اللي بتابع الساعة كنا تواصلنا مع رئيس نادي الاتحاد المنستيري ودخل معنا الإسبوع اللي فات واتكلمنا الحقيقة الرجل في وزي ما تعودنا من الأشقاء في تونس حقيقة طول عمرهم الحقيقة في غاية الرقي والاحترام مؤكد طبعا على حسن استقبال إدارة ولاعبين وجماهير النادي الأهلي وبالمناسبة تصريحاته كان بتقول أنه هيتم السماح لجماهير النادي الأهلي للدخول لملعب المباراة بالمجان وحنتأكد من المعلومة دي بمجرد وصول بعثتنا إن شاء الله يعني هنتابع طبعا بداية من يوم ستة وصول بإذن الله بالسلامة بعثة النادي الأهلي اللي بالمناسبة هيترقصها السيد العمري فاروق الوزير عمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي بعد ما تقرر طبعا أنه هو يترقص البعثة هنتابع معكم ومع فريق عمل قناة النادي الأهلي اللي هيكون موجود مع الفريق لحظة بلحظة موضوع حضور الجماهير للمباراة اشتركوا في القناة